فإن جميع أيام هذا الأسبوع قد أسبحت متشابقة بنسبة لنا ونحن نضافع عن وطننا ونحن ننقذ حياة الناس فإن البلاد لا تعرف أيام العطل ليس من المهم ما هو على عقارب الساعة وما هو على صفحة رزنامة وهذا سيكون الأمر حتى الانتسار لقد جريت مكالمة مع الرئيس الفرنسي مانا الماكرون من جانب والرئيس البولندي أنجي دودا فإن التعاون بيننا مباشر فأنا أريد أن أشكر كل منهما فأنا أريد أن أشكر الرئيس أنجي دودا على عزيمته بشأن قضيتنا المشتركة وهذه القضية تتمثل في إنقاذ حياة الناس وأنا أيضا أشكر قرينة الرئيس البولنديا سيدة أغاتا وجميع الأصدقاء للشعب الأوكراني فإننا قد مكن من الحلولة دون وقوع أزمة إنسانية في المنطقة الحدودية فنحن قد نظمنا الإجراءات لتمكين ألاف الأطفال والنساء الأوكرانيات من الحصول على المعاملة الكريمة فلا قد يسألهم عن كمية الأموال أو عن معتقداتهم الدينية أو عن مستندات الجنسية فليس لدينا الآن حدود مع بولندا فنحن بالجانب الخير أعتقد أننا قريبا سوف نتمكن من القول لمواطنين عودوا من رومانيا من بولندا من سلواكيا ومن جميع الدول الصديقة لأننا عودوا إلى دياركم لأن الخطر قد تلاشى نحن الآن نفكر في المستقبل أيضا فلجميع الأوكرانيين بعد الحرب وأيضا لإنعاش وإعادة إعمار المدن الأوكرانية وإنعاش الاقتصاد فأنا كنت أتحدث مع رئيس البنك العالمي دابت مالباس هو المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستانيلا جيورجيذا بالإضافة إلى الممثلين للمؤسسات المالية من أجل دعم الشعب والاقتصاد الأوكرانيين فهناك قرارات الآن بشأن المساعدات المالية لعشرات المليارات من الدولار للاقتصاد الأوكراني هذه قرارات أولية فقط أنا أيضا تحدثت إلى الرئيس التركير دوهان تحدثت إلى زعماء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مع زعيم أو رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفاوضية الأوروبية فوندر لاين بشأن العضوية الأوكرانية في هذا الاتحاد أنا أريد أن أشكر المئات من الألاف من الأوروبيين في شتى مدن هذه القرر براتيسلافا وذينوس وفرانكفورت وليون وبابيس وليليسي وبراخ على النزول إلى شوارع في إطار المظاهرات لدعم قارتنا والسلامة والدولة الأوكرانية أنا أريد أن أشكر الأمريكيين على هذه الأغلبية ساحقة من المنتسبين لكلاء الحزبين فنحن نجهد نتائج الاستطلاعات لرأي نحن نرى الدعم من قبل المواطنين العاديين في الوليات المتحدة فهم يطالبون بتشديد نظام العقوبات على روسيا فهم يطالبون بإغلاق المجال الجوي وأيضا يطالبون بفرض منطقة حضر جوي فإن 74% من المواطنين الأمريكيين يؤيدون منطقة حضر جوي فما الذي يتطلب لإتخاذ هذا القرار فنحن مقتنعون بأن مثل هذه النتائج سوف تتبلور في جميع الدول الديمقراطية لا تزال القوات المصلحة الأوكرانية تحافظ على مواقعها الدفاعية في جميع الاتجاهات بكل الشجعة كما أنها تقوم بالهجوم لمضات في خاركف ومدافعين عن المدينة الجيش يسيطر على مدن نيكولايف وكييف والشيرنيغف والسومي ومناطق في إقليم دونباس نكبد الاحتلال خسائر فادحة إلى درجة لم يتوقعها في أسوى الكوابيس الجيش الروسي لم يصل إلى الخطوط التي كانوا يخططون لبلوغها سابقا غير أن عدد الخسائر لدى العسكرين الروسي وصل إلى عشرة ألاف شخص هذا مروع إنهم شباب لا يزيد عمرهم عن ثمانية عشر وعشرين عاما إنهم الجنود الذين لم يتلقوا أي شرح يصبب دخولهم هذه الحرب لماذا؟ ولماذا وجدوا أنفسهم في أرض غريبة عشرة ألاف شخص من المؤكد أن الروسي كان بإمكانها التقديم لهم أي شيء بديل عن الموت كما أن الشعب الأوكراني يواجه المحتلين حتى في المناطق الخاضعة لسيطرتهم للأسف غير أن هذه السيطرة لن تطول أتوجه الآن لجميع الأوكرانيين والأوكرانيات وهم يحتجون حاملين العالم الوطني ويظهرون للعسكريين الروس أن الهزيمة ستنتظرهم هذه الهزيمة لما فر منها إذ من المستحيل يحراز الانتصار على الناس الذين يوقفون المدرعات العسكرية دون أي سلاح والذين يحاولون القبض على الأسلاحة من أيدي المغتلين بالرغم من الخطر الوشيك لكنهم لا ينسون كلمة الكرامة ولم ينسوها أبدا أما خلال المفاوضات في بلاروسيا فنجح فريقنا الدبلوماسية على الرجوع إلى الاحترام للإنسانية بمستوى 1% على الأقال فإن المدن التي تعيش أسوأ أيامها وتتعرض للقصف المستمر سوف تجهد فتح الممرات الإنسانية اليوم وأنا أقصد مدينتي ماريوبل وولنواخة تهدف هذه الممرات لإنقاذ الناس خاصة من الأطفال والنساء والمسنين بالإضافة إلى تقديم المستلزمات والمواد الغذائية والأدوية لجميع المهتلجين فإن مساعداتنا في الطريق نطلب من جميع الذين يحتاجون للمساعدات النزول إلينا أما الذين يقدرون على الدفاع على مدنهم فيجب عليهم أن يواصلوا المقاومة هذا واجب في حال أجلي الجميع فلمن ستبقى تلك المدن إننا نعمل جميعا على إنجاح هذا الاتفاق الأمر الذي يعد من أهم المهامات لحد الآن أما بعد سوف ننظر ما إن كان من الممكن تقدم في العملية التفاوضية نصلي من أجل عسكرينا وندعم مدنينا ونعمل من أجل السلام المجد لأوكرانيا ترجمة نانسي قنقر